موسيقى مشاهدين مع أولى فقرات حلقة اليوم ومع القصص القصيرة ضيفة فقرتنا الأولى كاتبة إماراتية شابة استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تشق طريقها الإبداعي بخطة واثقة في عالم القصص القصيرة ضيفتنا هي الكاتبة أسماء الشامسي حياتي الله معنا أختي أسماء الله يحييك في بداية حديثنا معاك أكيد من خلال بدايتك في كتابة القصص القصيرة يعني هناك قصة كانت لك أنت شو اللي خلاتك تمشين وتكتبين يعني في مجال القصص القصيرة طبعا البداية كانت من خلال القراءة دائما القراءة هي اللي تعطيك تعطيك الإلهام حتى تعطيك الكتابة والكلمات المفردات اللي نحن رح نستخدمها فسبحان الله يعني الإلهام مع المواضبة على القراءة طلع المخزون الكتابي من متى كان يعني هذا الموضوع؟ تقريبا لما كنت في مرحلة الإعدادية طلع الأبداع الكتابي عندي ما الذي خلاتك يعني يعني تكتبين في ناس كانوا يحفزونك أصدقائك كانوا في المدرسة وقتها كانوا يساعدونك على الكتابة طبعا أكيد الأهل كانوا يشجعوني على الكتابة ولكن الاحتواء الأولي كان عن طريق المدرسة فالمعلمة اللغة العربية التي كانت تطالع وتشوف كتاباتنا في التعبير هي اللي اهتمت وطبعا هي نبهت وأعطت الأهل يعني أننا عندكم بنت في مشوارها الكتابي عندها موهبة يعني هي يعني فقالت لهم بالعكس يعني يهتموا فيها زيادة والحمد لله الأهل بالعكس دائما يشجعوني وفي أي مسابقة كانت دائما تلاقيهم يقولوني يشارك في هذه المسابقة يعني بالعكس حتى لو قالوا لي لو ما تكسبين الفوز بالعكس شرف المشاركة حلو يعني أنا كنت تكون مشاركة إياه أهم شيء تكون مشاركة في هذه المسابقة من ناحية يعني الكتابة شو كنت تكتبين وقتها يوم كنت في المدرسة أول شيء الخواطر تكتبين الخواطر يعني غالبا يمكنك تكتبين على الدرجة هي كنت أكتب على الدرجة وعلى الدفتر يعني حتى كنت أشارك في بعض الخواطر ونحطها في صحيفة المدرسة كانوا يحطونا إياها وخلونا نختار موضوع معين فكنا نكتب يعني ونشارك فيها م شاء الله فالحمد لله يعني مثل ما قد لك الاهتمام من المدرسة يعني ومن الأهل نفسهم حتى ما شاء الله وكيف طورتي هاي الموهبة طبعا طورتها عن طريق أختي الله يخليها يعني هي كانت اللي تشجعني أكثر وكانت تراجع نصصة اللي أكتبها فكانت دائما تقولي أنت كمشوارك الكتابي لازم تشوفين الواقع اللي عندك فحتى تكتبين للقار للمستقبل لازم تكون مطلعة أكثر صحيح فحتى توصلي لمستوى الكاتب لازم تطلعين على أذواقهم هم فإي كانت كاتبة وقتها ولا لا والله بالعكس هي عندها يعني ثقافة هي عندها ثقافة وهي معلمة لغة عربية ما شاء الله يعني هي كانت تراجع نصوصة شو تقولي بشو الغلط وشو الصح وهي تقولي يا مثلا متى نستخدم هالكلمة أو يعني مثلا إذا في ناحية عرابية خطأ فكنا بالعكس نتناقش بهذا الشيء حسينك استفدت منها يعني بالعكس واي استفدت ولينا لحين نستفيد منها حلو ما شاء الله أنزين شو اللي خلاتك أنزين تكتبين في عالم القصص القصيرة عالم القصص القصيرة صراحة يعني عالم جميل جدا خاصة أن يعتمد على خيال الكاتب ونحن في دولة تحب الخيال تحب التوسع لازم تمد آفاقك فلازم نكون روتينيين أو نكتب في مجال معين فحتى تكون مختلف لازم توسع آفاقك وتتطلع يعني حلو أنزين أختي يا عزمة أول إصدار لتش اسمه رسائل لطيف أخي صحيح صح متى بديتي بكتابة هذا الكتاب شو اللي دفعت نتش تكتبين هذا الكتاب حبيت أعرف شو هالعنوان يعني أيضا سمني يمكن عنوان أول شيء متى شاركت فيه لما كنت في آخر سنة في الجامعة شفت إعلان عن جائزة الإبداع العربي وشجعوني هناك الديكاترا أني أشارك فيها فقرأت الشروط وشاركت وأرسلت المجموعة القصصية وبعدين وردني اتصال مقبل دارة الإعلام والثقافة في الشارجة أن النصوص اللي كتبتها كانت من الأعمال المميزة وحابين يسرون كتاب لها المجموعة ويتبنونها يعني من متى كان هذا الموضوع بالضبط؟ 2014 2014 أنزين عن شو يتكلم الكتاب؟ طبعا هذا يتكلم عن مجموعة قصص تتناول الناحية الاجتماعية تتكلم عن الأسرة تتكلم عن علاقة الأخت بأخوها في علاقة الزوج بزوجها في علاقات اجتماعية موجودة تمثل متجتمع يعني فوليش اخترت رسائل لطيف أخي هي من أفضل أو من أعز القصص اللي عندي تتكلم عن أخت ترسل أخوها اللي هو أساسا كان في غيبوبة فتكتب لي يومياتها يومياتها ويوم أخوها كان في غيبوبة كيف يتهي الفكرة؟ أنت تكتبين مثل هذه الأشي يعني أن يعني لست أتخيل يعني أو أعيش اللحظة البطلة يعني كيف ممكن أني أكتب شيء يلفت انتباه القارئ يعني قصة يعني ممكن تكون محبوبة لهم أكثر فطبعا لست أفكر وحبيت أني أختارها الموضوع حلو ما شاء الله عزين كم صفحة بالضبط هذا الكتاب؟ والله تقريبا ستكون عبارة عن صفحتين ونص صفحتين ونص وخذ منك وقت يعني مثل طبعا مثل هذه القصة؟ صح خذت منك وقت طويل يعني يأخذ مني وقت في كتابة المسودة وبعدين براجعها يعني يأخذ منك تقريبا إلى يوم يومين على حسب وكانت فيه جهة داعمة لهذا الكتاب أيضا صح منه؟ اللي هي الجهة الداعمة لهذا الكتاب اللي هي دائرة الإعلام والثقافة في الشارع ما شاء الله تبنى مثل هذه الفكرة صح عزين جميل شاركت في مسابقات أيضا مختلفة غير المسابقة اللي خبرتيني عنها قبل شوي صح المشاركات اللي كانت على النطاق المدارس وزائد المسابقات الكتابية اللي تطرحها منطقة عجمان تعليمية فقد شارك فيها يعني واستفت من هذه المشاركات؟ صح استفت منها ليش؟ لأنك أنت تقابل هناك مجموعة من المتنافسين فكل واحد تشوف القصة اللي مشارك فيها أو حتى المقالة الأدبية فأنت هنا يتولد عندك حس المنافسة لك أنت لازم توصل لمكانهم أو توصل للمستوى والنتيجة اللي هم وصلوا لها صح وأيضا يعني أنت تقابل شخصيات كبيرة صح عندها أصدارات كثيرة صح وتقدر تستفيد أيضا من الخبرات اللي من بينهم أكيد نزيل الأصدار الثاني هو علبة ما كنتوش قلتي لي صحي صح عن شو يتكلم هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يتكلم بعد أيضا مدموعة قصصية لكن من نوع آخر يعني غيرت شوي أسلوبي الكتاب الأول كان يتكلم عن الحوار بين الجمادات بين المجهول أما هالكتاب لأحبيت أني أنوع في أسلوبي وحتى الصور البلاغية بدأت أقللها شوي بما يتناسب مع الأسلوب اللي أحاب أستخدمه وحبيت أني أرجع الغارة للزمن الطيب يعني الوقت الجميل فتناولت مواضيع اجتماعية محلية خبرتيني أو محلية هي أم لا؟ هي في منها محلي وفي منها مش محلي وشو السبب الذي خلاش تكتبين يعني باسم علبة ما كنتوش علبة ما كنتوش حبيت أني أذكر القارة بالعلبة البسيطة اللي كانت بالنسبة للآخرين مثل كنز يعني وكيف كانوا يحطون أشياءهم الثمينة داخل يعني حبيت أني أوصد أن الذكريات أنت ممكن ترتحيها بأشياء عصرية يعني فلو لاحظت حين الناس صاروا شو على التكنولوجيا صحيح فحبيت أن أذكرهم بهالشيء بالماضي بالماضي الجميل يعني حلو هذا الكتاب موجود معك هذا هو علبة ما كنتوش مخرجنا أنا بانش أبأخذ الكتاب بس ممكن بس أشوفه علبة ما كنتوش اسمه الشامسي من دار مداد للنشر هينان جميل مشاهدينا هذا كتاب علبة ما كنتوش في البداية هناك قلم هناك قلم إذا هناك أب إبداع هناك قلم إذا هناك أبداع قلمي لن يجف حبره أبدا شو سبب هالمقولة؟ أحبيت أشجع الناس اللي محتاجين إلهام ومحتاجين تشجيع في قصص يعني مختلفة في هذا الكتاب كم عدد القصص اللي موجودة في هذا الكتاب؟ تقريبا رح تتراوح 48 قصة 48 قصة 48 قصة مختلفة مختلفة يعني جميل شو تتناول القصص اللي موجودة؟ في من هل يعني الناحية الاجتماعية في قصص سعيدة في قصص كوميدية في قصص التناول الماضي اللي عشنا نحن لما كنا أطفال يعني جميل ودار مداد للنشر يعني هم تبنوا مثل هذه الفكرة؟ هي حبا ويتعاونون معي فأنا أعطيتهم النصوص والحمد لله يعني ما شاء الله أيضا صورة جميلة يعني أن صورة المكنتوش عليها زين هناك اصدارات أخرى عندك غير هذا الكتاب؟ لا والله حاليا يستشتغل على اصدار يديد إن شاء الله ينزل في 2018 2018 يعني ما بتشاركين هذه السنة في معرض الكتاب ما بيكون عندك شيء اصدار لا زين الاصدار الثالث عن شو بيتكلم؟ الاصدار اللي ديد إن شاء الله رح تكون رواية رواية بعنوان شو؟ لا سرية سرية عن شو بتتكلم الرواية؟ يعني بشكل مختصر يعني أنا دائما أحب أفاجأ القارئ وأحب أفاجأ الجمهور نعم فحب يعني أن تكون شوية عبارة عن ثقافات مختلفة يعني الرواية ستتكلم عن ثقافتين مختلفتين فعلشان نزيد التشويق عند القارئ وأحب أعرف القارئ دائما على الثقافات المختلفة ممكن تكون انتعار عن بعض الشعوب لكن مو بكل الشعوب جميل زين دائما اختيار يعني عنوان مناسب للكتاب يمكن يجذب القارئ صح تشوفين هالشي صحيح؟ صحيح نزيد شو سبب اختيار يعني كل من رسائل لطيف أخي قلبت ما كنتوش يمكن أسامي شوية غريبة ونفس الوقت تجذب صح شو سبب اختيار شمثل هذه الأسامي على هالكتب؟ هم في سببين سبب الأول أنا دائما أفضل القصص اللي تكون قريبة علي على قلبي أكثر واللي أحبها أكثر فأحب أحط يعني دائما رقم واحد أتقدمها هي والسبب الثاني أنا ككوني كاتبة إذا بشد القارئ إذا اخترت عنوان ما في أي جمادية ما في أي إبداع محد بيقرأ فأنت لازم تجذب انتباههم جميل أنزيل اختي أسماء أنا باخذ هذا الفاصل وبرجع معك مرة ثانية مشاهدين فاصل ونرجع معك مرة ثانية حياكم الله مجددا مشاهدينا ومع ضيفتنا الكاتبة أسمى الشامسي حياة الله مرة أخرى أختي أسمى أنا حاب أني أعرف متى غالبا أنت تكتبين بالنسبة للكتابة أكثر بدأت أشتغل عليها تقريبا كان عملي 15 سنة فلست أسأث من وقتي أكثر في القراءة وبني أطور أسدوبي يوم عن يوم وسنة عن سنة فلو سألتني عن أول كتاب كتبتها يعني أنا دائما أحتفظ بهم نعم فألاحظ وقارن يعني شو اللي اختلاف عندي تركيب الكلمات الجمل التشكيل نفسي فهذه الأمور يعني تطور من الإنسان إذا ماي لست تراجع لأنت كتبته ما رح تتطور طبعا لكن الوقت اللي تكتبين فيه متى بالضبط أوكي بالنسبة للوقت اللي أنا أكتب تقريبا الفجر دائما بعد صلاة الفجر وعندي بعد صلاة العشاء يمكن وقت غريب يعني عقب صلاة الفجر هيا ليش لأنني أحب لحظة الفجر أكثر لما تبدأ الشمس فأحس أنه لازم أكتب شيء للحياة أكتب للقارئ اللي ينتظر الكتابات نعم صحيب بس أنت داومين يعني هيا نعم يمكن ما تواجهين صعوبة يمكن أن بين دوامك والكتابة أنه من بعد صلاة الفجر والله يشوف هو على حسب أنت في النهاية ناشة تصلي ورايح للدوام نعم فأنت على حسب كيف تسوي الخاص بك أنت بالعكس يعني أحيانا مثل ما قلت أنه في صعوبة أحيانا أواجهها في الكتابة لما يكون عندي كتابة عمل تفكر في أشياء تبقى تخلصها للعمل أحيانا ممكن أني أغفل عن الكتابة بس أنا لازم يعني أحط مثل تنبيه أني لازم أكتب في هاليوم تنبيه في الهاتف يعني أن أنت لازم تكتبين لازم أكتب ما مثلا ابتعدت عن الكتابة بوقت معين أو شيء بالله ابتعدت لما بديت شوي يعني أنضغط في الشغل مثلا أحيانا يضغطونها في بعض الأشياء يستمر العملتها السابيع يعني ننجز الأمور هذه فأنا ما أحب أني أوقف عن الكتابة لأن إذا وقفت عنها ما راح أتجد فاليوم الذي يروح عني يعني أعرف نفسي أني أنا متأخرة نعم أنزين طبعا يمكن واجهت بشكل عام صعوبات في البداية في بداية الكتابة من كان عمرك 15 إلى مرحلة انتهاء من الثانوية إلى بدايتك مع الجامعة انتهاءت من الجامعة أكيد هنا كانت فيه صعوبات يعني أنت كنت من شغلة في دراستك بعدين من شغلة في عملك وأيضا أنت حاب أنت تكتبين وحاب أنت تصدرين كتب جديدة في صعوبات كانت ترافقتش من خلال هذه المسيرة صح يعني بالنسبة لما كنت في مرحلة الإعدادية المشكلة التي كانت تواجهني تقريبا هي مثل ما قلت الدراسة الواجبات والتحضير للدراسة والامتحانات هذه كانت تأخذ مننا وقت فما كانت تتيح لي مسافة أو وقت معين أني أيلس أكتب لكن برغم من ذلك مثل ما قلت لك الواحد إذا حطلت جدول مش عالي رح ينجز يعني ينجز الأمر ينجزنا باللطب من الأمور الثانية اللي واجهتنا يعني إحنا كشباب أنا كانت من بداية اللي قالوا لي أنت عندك شي قابلية للكتاب وتكتبين كنت حاب أني أتعاون وأبدأ بإنتاج الكتاب أول شيء لأننا كنا أطفال كنا مراهقين ما لدينا خلفية صحيحة يعني إعداد الكتب أو كيف أنا أتواصل مع الدار الصح وشو الشروط يعني بس هذه ممكن أعتبرها تحديات هذه الأمور تعلمتها من خلال دورات ولا من خلال يعني أنت عندك معارف يمكن ساعدتك على هذا الشيء لا والله بالله يعني هي عن طريق تجربة وعن طريق المعارف يعني كنت أسأل شو طريقة وكيف أحسن يعني أحصل للدار الأفضل أو شو الأساسيات والشروط يعني من خلال تجربتك أنت يعني تجربة الموضوع نفسي نعم نحن قبل أن أبتدي خبرتيني أن في كتابك الأول كانت هناك بعض الكلمات غيرتيها من خلال كتابك من خلال كتابك الثاني يعني الإصدار الثاني شو التغير اللي كان موجود التغير الكتاب الأول كان فيه صور بلاغية في بعض المفردات شوي يعني ما كانت مستخدمة يعني في الوقت الحالي يعني إذا تعرف صارت بعض من الكتاب يلجون إلى اللغة العامة يعني يعني قلل لو المفردات اللي قبل كانوا يستخدمونها اللي ممكن أن تترجع فيها إلى المعجم وتشوف هاي شو معناها حاليا الشباب يعني ما بعرفين يعني شو الفرق بين هالكلمة أو لما تكون الكلمة فيها شدة وفيها ضمة صحيح هنا يعني نحنا يغير المعنى هو بشكل عام صح يمكن الشدة والكسرة تغير تغير معنا الموضوع حتى التاء إذا كانت مربوضة أو إذا كانت مفتوحة يعني هذا الشيء ألمني لما أشوف بعض الشباب ما يعرفون يميزونها وانتي ما شاء الله لأيش تعرفين تميزين من بينها وأكيد يعني الواحد لازم يراجع بعد حتى كتاباتي لما يكتب يعني صحيح من وين تعلمت هذا الشيء أنت تعلمت مثل ما خبرتك يعني من المدرسة وزأت بن أختي يعني من أختش ما شاء الله وفي الجامعة شو كانت دراستك بالضبط في الجامعة بالعكس يعني صراحة الأمانح تطنوا بعد كتاباتي كنت أكتب وكانت عندنا اللي هي جريدة أفاق فكانوا يخلون لمساحة في الجريدة وكانت أنزل كانت عندك مساحة أيضا في الجامعة يعني في صحيفة الجامعة كيف عرفوا أن أنت ما شاء الله عندك موهبة الكتابة في الجامعة هم دائما كانوا يسئلون أي واحد عند إبداع يخبرنا عندك موهبة لازم تخبرنا فكنا دائما نتكلم وخاصة أنت تعرف المحاضرات يسئلونك ويطلبون منك أشياء أنت تنفذها صحيح فمن خلال الكلاسات يعني عرفوا هالشيء فقالوا لا لازم تنزلين إصدارات جادنا ما شاء الله وعفون شو كان تخصصت أنت في الجامعة أنا كنت دارس إعلام كنت دارس إعلام ما فكرت أن تدرسين اللغة العربية أو شيء خص الأدب لا والله يمكن كان هذا الشيء بيساعدش أن أنت يطور من خلال كتابات بالله أنا دائما أحب أراجع المفردات بالمعجم وأقراها وعندي أختي أسألها في هذه الأمور ما شاء الله أنزيل من خلال الرسائل الموجودة في الكتاب أو من خلال أصدار الأول والثاني غالبا شو الرسالة التي تحاولين توصلينها لللي هم يقرون هذا الكتاب دائما أحب أن أحاول أن أوصل للغارة مهما كانت مشكلة مهما كانت مسألتك التي أنت تواجهها لا تنظر للحزن بتشاوم لا تنظر الأمور بشكل سوداوي ما بعد هذا الحزن والاكتئاب هذا هناك فرح نعم الناس دائما الذم الأحزان الذم الاكتئاب يقولون لا أنا لماذا أقرأ لهذا المجال لا بالعكس هناك إفادة في أنك تعرف ما بعد الحزن هناك فرح هناك إنارة في هذه الحياة هذا من خلال الإصدار الأول أو من الإصدار الثاني أو اللدمت في الكتاب هناك الإصدار الأول والثاني وفي قصص تهدف إلى حل اجتماعي مفيد للغارة والإصدار الثالث عن ماذا يتكلم لا إن شاء الله سيكون رواية مصرّة أنك لم تخبريني أي شيء عن الإصدار الثالث لأنه لو خبرتك ستقول لأي أين الإصدار لا سمح الله إذا تأخر في شهر أو يوم فلازم أنا أي أمر راح أنجزه أتأكد من التايم لاين الخاص فيه صحيح جميل ويكون بعد أيضا من خلال دار مداد للنشر أو لا؟ والله حابة أشوف داري ديدي حابة تشوفين يعني هل تختلف أدوار نشر عن بعضها للآخر أو غالبا ما تكون متشابهة والله يشوف هو على حسب سياسة الدار نفسها أنا ما أقدر أحكم يرجع للدار نفسها يرجع للدار نفسها بالضبط الدار بشو تساعدك؟ تساعدني في عملية أني مثلا رأيها في النصوص مثلا تقول لك أن أوكي شو القصة اللي بتحطها ممكن يساعدونك حتى في التصميم لكن هالمرة أنا اللي حبيتني أحط تصميم الغلاق يعني أيضا يساعدونك في تصميم الكتاب يعدلون على النصوص ولا ما يعدلون على النصوص؟ لا يعدلون عليها يعني مثلا نقول لك أن هنا شو تقصد في هذه الكلمة إذا ما كانت واضحة يعني يسألونك عليها يسألونك حلو من ناحية الدعم اللي ياتمنهلك أصدقائك ما شاء الله من بعد الأصدار الأول والثاني وإن شاء الله الثالث بعد شو رأيهم في كتاباتك؟ بالعكس يعني هم فخورين فخورين ودائما يقولوا لي يكتبي واتنوعي في أسلوبك الكتابي جميل أنزين كل مخيرة توجهين للجمهور اللي مثلا أحابين يكتبون القصص القصيرة طبعا بالنسبة للقصص القصيرة أي واحد عنده إبداع في داخله لازم يطلع يعني بالرغم من التحديات لازم يكون عندك إصرار وعزيمة حتى تطلع هذا الإبداع والناس لازم تشوفه لتخليه حبيس الأدراج صحيح أختي الكاتبة اسم الشامسي يعطيك العافية وإن شاء الله نشوف الأصدار الثالث إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله